بدوره حسم منتخب نيجيريا تأهله إلى ربع نهائي المنافسة القارية بعد فوزه على جنوب إفريقيا بثلاثة هداف لهدفين في المباراة التي جمعت المنتخبين صهرت السبت بملعب شهيد حملاوي في قسنطينة في طار الجولة الثالثة على المجموعة الثانية ليرافق منتخب النسور الخضراء المغرب إلى الدور المقبل واجهنا منتخبا قويا ومنظما شكل لنا الكثير من الخضورة خاصة لما يملكه من لاعبين رائعين لدي شعور رائع إنني أشعر ببعض الخجل عندما رأيت الجماهير تشجعنا كنت أذرف الدموع عاموا كلهم بمناصرتنا شكرا جزيلا لكل الجزائريين سأخبر النيجيريين بذلك لقد فعلنا كل ما بوسعنا عملنا بجد من أجل التغلب على منتخبين شيريا القوي أعتقد أن لاعبي فريقي قدموا كل ما بوسعهم من أجل حصد النقاط الثلاثة لاعبية يشعرون بخيبة أمل لكن كما قلت لكم لقد خسرنا المباراة لكنهم قدموا كل ما لديهم قدموا كرة جميلة في الأخير هي دروس سيستخلصون من العبر في قادم المنافسات أنا لا أشعر بالنسبة ولكن أنا أشعر بالنسبة والمنافسات والمنافسات التي يشعر بالنسبة